إذن نستطلع مع عدد من مراسلين كيف مر عليهم هذا العام بالتأكيد أرحب بكل مراسلين معي من تونس إذن الصحفية نسرين حمداوي كذلك معي من مقرب مراسل حدث محمود الحميدي ومن ترابلوس مراسل حدث مونير الأشهب أهلا ومرحبا بكم جميعا في ظل الظروف الصعبة التي مرت على العالم العربي أقول كل عام وأنتم جميعا بألف خير وأبدأ معاك تونس إذن هي نظرة لما مرت به تونس خلال العام المسلم نعم في الحقيقة الأحداث كانت متسارعة جدا في تونس السنة كانت صاخبة بامتياز بالنسبة لعموم التونسين انطلقت بانتخابات بالإعلان عن نتائج انتخابات تشريعية ثم بعد ذلك تتالت الأحداث بحملة اعتقالات واسعة شنتها السلطات التونسية ضد عدد من الوجوه السياسية ومن بينها عناصر الصف الأول لحركة النهضة الإسلامية لكن هذه السنة كانت صعبة على عامة الشعب باعتبار أن الظروف المعيشية والاقتصادية كانت صعبة جدا خاصة بعد اختفاء عديد المواد الأساسية من السوق واختفاء المحروقات وأيضا غلاء الأسعار أعتقد هذه المعذلة تشكو منها عديد الدول الأخرى باعتبار على زمات الاقتصادية المتتالية لكن في تونس ربما العنوان الأبرز هنا هو أزمة الهجرة غير النظامية باعتبار أن البلد أصبح مركز انتلاق للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يقيتون برا عبر ليبيا والجزائر ثم يحاولون الهجرة بطريقة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية مما دفع بالسلطات التونسية إلى الاتفاق مع الجانب الأوروبي حول الحد من هذا الملف لكن ما زال يلقي بذلاله على الساحة الاجتماعية والاقتصادية في تونس كما قلت أيضا هناك عديد التطورات السياسية بالنسبة للإجراءات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد باستكمال خريطة الطريقة التي كان أعلن عنها منذ سنة 2021 والتي انتهت أخيرا خلال هذا الشهر بإجراء انتخابات الغرفة البرلمانية الثانية طيب لعلي أنتقل إلى ترابلوس معك مونير المشهد ربما يتكرر في عدد العواصم العربية اتقالا للمشهد من عندك نعم أهلا بك لعل ما حدث في ليبيا بالكامل أو في ترابلوس باعتبارها العاصمة سواء سياسيا أو اقتصاديا ينعكس الوضع مباشرة هنا هو مرور هذا العام بدون إجراء الانتخابات التي كان من المفترض أن تجرى قبل عامين من الآن هذه خيبة أمل سياسية كبيرة هنا في ليبيا يعيشها الليبيون مرور عام آخر دون انتخابات دون تحركات سياسية فعلية أو حتى بوادر لإجراء الانتخابات سواء كانت رئاسية أو حتى برلمانية ولكن الحدث الأكبر الذي مر على ليبيا هذا العام هو فاجعة مدينة درنا والفيضانات التي حدثت في مدينة درنا وعدد الضحايا الكبير والمأهولة التي من أول مرة في تاريخ ليبيا يحدث مثل هذا الحدث الجلل ولكن من الناحية الأخرى لربما يبقى هذا الحدث هو نقطة انطلاقة كان يعمل منه الليبيون للذهاب إلى العودة إلى توحيد الصفوف خصيصا بعدما شاهدنا من التلاحم وأيضا يعني معاونات كانت من الشرق ومن الجنوب عفوا من الغرب ومن الجنوب لمدن الشرق التي كانت تضررت في فيضانات درنا التي لا زال إلى اليوم بعد مرور أكثر من مئة يوم تنتشر فرق الهلال الأحمر وفرق الإنقاذ الجتة المتحللة من داخل شوارع المدينة أو حتى في شواطئ مدينة درنا هذا هو الحدث الأكبر والعنوان الأبرز هنا في ليبيا لعل فاجعة مدينة درنا هي ما خيم على سنة 2023 من حدث حزين وأيضا فكرة عدم إجراء الانتخابات للعام الثاني وندخل في العام الثالث على التوالي كان في سنة 2021 في مثل هذا التوقيت كان من المفترض أن يكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية كان الحديث عن 98 مترشح رئاسي وأيضا أكثر من 5000 مترشح للانتخابات البرلمانية أيضا تلك الأطراف السياسية هنا يشعر الشارع بالتدمر وعدم رغبة جدية من الأطراف السياسية هنا في إجراء الانتخابات نفس المشهد يتكرر بسينياريوهات مختلفة لربما يرى البعض أنها تذهب إلى عدم إجراء الانتخابات خصيصا في ظل تمسك السلطات الموجودة هنا في طرابلس أو حتى في بنغازي بالسلطة أيضا الفارقة الوحيدة التي حدثة على مستوى السلطة هنا هو تغيير رئاسة مجلس الأعلى للدولة بعد وصول محمد تكال عوضا عن خالد المشري وهو ما يرى البعض ما زادأ من عملية العودة إلى النقطة السفر للمجلس الأعلى للدولة وبدأ مراجعة ملفات الاتفاقات مع البرلمان لرؤية جديدة داخل المجلس مما يعني عدم إجراء الانتخابات في مدة قريبة ننتقل أيضا للصورة من اليمن تحديدا من مأرب إليك محمود نعم لربما الأحداث في اليمن منذ تسع سنوات غير مستقرة في ظل حالة عدم اللاسلم والحرب والهدنة غير المعلنة كما يتفق سياسيون وعسكريون على تسميتها خلال العام الماضي كان العام 2023 ربما هو العام الأقل توترا على الصعيدين العسكري والميداني هناك مناوشات كانت بين القوات الحكومية والحوثيين في أكثر من محور لكنها لا تمثل تصعيدا عسكريا كبيرا كما كان خلال السنوات الماضية وخصوصا سنوات 2020 و2021 التي شهدت أكثر توترا في جبهات القتال ما بين القوات الحكومية المنتشرة على أكثر من محور مع الميليشيات الحوثية ينتهي العام 2023 بآمال عريضة لليمنيين بإعلان الأمم المتحدة أو بإعلان المبعوث العام للأمم المتحدة إلى اليمن الوصول إلى اتفاق حول خارطة الطريق في اليمن لحل الأزمة السياسية وربما الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وحلحلة المشاكل الاقتصادية والعسكرية وأيضا المشكلات الإنسانية بفتح الطرقات بين المدن وهي الآمال العريضة التي يحملها اليمنيون معهم للعام 2024 بأن تكلل هذه الجهود بالتوقيع على اتفاقية سلام ما بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية ودعم من المملكة العربية السعودية التي تقود هذه المفاوضات إذن آمال عريضة لليمنيين أن يكون العام 2024 هو بداية الحل للمشكلات السياسية والاقتصادية والعسكرية في البلاد وعودة العملة الوطنية توحيد العملة الوطنية هو أهم ما يحمله اليمنيون معهم للعام 2024 بحيث تكون العملة في مناطق سيطرة القوات الحكومية هي نفس العملة في مناطق سيطرة الحوثيين لأن هذا أثقل كاهلهم خلال السنوات الماضية نعم إذن ربما نكتفي بهذا القدر تركيزا على الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية وإيضا السياسية شكرا جزيلا لمحمود الحميدي المراسلنا من مأرب كذلك منير الأشهب من أطرابلس الليبية وكانت معنا من تونس الصحفية نسرين حمداوي شكرا جزيلا لكم جميعا يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بألف خير شكرا جزيلا لكم جاهزيلا لكم جوناю الليبية اشتركوا في القناة